بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الدرس الثاني الجزء الثاني وخواص عملية الجمع خمس خواص الخاصية الأولى خاصية الإنغلاق بمعنى أننا إذا جمعنا أي عددين حقيقيين كان النتج عنصرا وحيدا ينتمي أيضا للأعداد الحقيقية الخاصية الثانية وهي خاصية الدمج أو التجميع associative property وهي خاصية مهمة جدا في تبصيل الحسابات فلو عندنا ثلاثة أعداد x و y و z فإذا جمعنا x زائد y أولا ثم جمعنا النتج على z يعطي نفس الناتج إذا جمعنا y زائد z أولا ثم جمعنا النتج على x فلو أن عندنا مثلا 2 زائد 7 زائد 3 فالأيصر لنا أن نجمع 7 زائد 3 أولا يعطي 10 ويكون النتج النهائي 12 الخاصية الثالثة وهي خاصية الإبدال بمعنى أن x زائد y تساوي y زائد x الخاصية الرابعة وهي خاصية المحايد الجمعي وهو العدد الذي إذا جمعناه على أي عدد حقيقي من اليمين أو من يسار كان النتج هو نفس هذا العدد الحقيقي وهو الصفر صفر زائد x يساوي x زائد صفر يساوي x نفسها الخاصية الخامسة وهي خاصية المعكوس الجمعي وهو العدد الذي إذا جمعناه على العدد x كان النتج صفرا فهو يكون نفس العدد بعكس الإشارة مثلا 5 مع قصوة الجمعية سالب 5 وهكذا x زائد ناقص x يساوي ناقص x زائد x يساوي 0 الآن مع خواص عملية الضرب وهي أيضا 5 خواص الخاصية الأولى خاصية الإنغلاق بمعنى أن حاصل ضرب أي عددين حقيقيين هو أيضا عنصر وحيد ينتمي للR الخاصية الثانية خاصية الدمج x زائد y في z تساوي x في y z الخاصية الثالثة خاصية الإبدال x في y تساوي y في x الخاصية الرابعة المحايد الضربي وهو الواحد هذا العدد إذا ضربناه في أي عدد من اليمين أو اليسار يُعطي العدد ذاته 1 في x يساوي x في 1 يساوي x خاصية الخامسة وهي خاصية المعكوس الضربي فلكل x موجودة في R يوجد معكوس ضربي معدى الصفر لأننا لا يمكن أن نقسم على الصفر فx ناقص واحد بمعنى مقلوب العدد واحد على x هذا العدد إذا ضربناه في x كذا الناتج هو واحد فx في x أسو ناقص واحد يساوي x أسو ناقص واحد في x يساوي واحد الخاصية التي يشترك فيها الجمع والضربة وهو خاصية التوزيع distributive property x في y زائد z يساوي x y زائد x z هذا توزيع الضربة على الجمع وتوزيع الجمع على الضرب y زائد x في z تساوي x z زائد y z فيمكن أن نوزع الضربة على الجمع أو الجمع على الضرب والآن مع تعريف عملية الطرح والقسمة في الأعداد الحقية فعملية الطرح هي عبارة عن جمع معكوس العدد b إلى العدد a فمثلا لو كنا a ناقص b هذا معنى أننا جمعنا معكوس العدد b وهو سالب b على العدد a هي a زائد ناقص b مثال 5 ناقص 3 هي 5 جمعنا عليها المعكوس الجمعي لعدد 3 وهو سالب 3 تساوي 2 والقسمة أيضا a على b هي في الأصل عملية الضرب ضربنا العدد a في المعكوس الضربي للعدد b في b ناقص 1 حيث b لا يساوي الصفر لأن القسمة على الصفر غير معرفة فثلاثة مثلا على اثنين هي ثلاثة ضرب 2 ناقص 1 يعني ثلاثة في نصف يساوي واحد ونصف بعض الملحوذات الهامة division by zero is never allowed القسمة على صفر غير معرفة بمعنى لو كان عندنا كسر مثلا على الصورة واحدة على x لابد أن نستثني القيمة صفر من القيم التي يمكن أن تأخذها x الخاصية الثانية subtraction of real numbers is not commutative عملية طرح الأعداد الحقيقية هي عملية غير إبدالية بعكس الجمع بمعنى a ناقص b لا يساوي b ناقص a كذلك القسمة division of real numbers is not commutative بمعنى a على b لا يساوي b على a أي أنه بخلاف الجمع والضرب فإن خاصية الإبدال منتحقق فيهما فإن الطرح والقسمة غير إبداليتين ترجمة نانسي قنقر